لك إما تيجي تتكلم على الشق الأخر هو الشق التحكيمي والجوانب التحكيمية والأخطاء الفادحة والتعنط الواضح وأنا والله العظيم أنا مش من نوع الناس اللي هو إحنا نطلع نقول اللي هو التحكيم السبب وخلاصه مش عارفه وأخطاء تحكيمية كبيرة مش عارفه أكتر مرة تغاز من طاقم التحكيم هو نطش المصري والله بجد أكتر مرة يكون مستفز ليه مستفز؟ لأن الكابتن وليد عبد الرازق اللي هو الحكم اللقاء كان بيستفزيني يعني كان معاك منتقى صراحة بيستفزيني أنا بس؟ لأ بيستفز لعبة الأهلي في الملعب بس كده؟ لأ فيه أخطاء كتير جدا جدا لصراح النادي الأهلي ما كانتش بيحسبها بس كده؟ لأ فيه حاجات كتيرة أو تتعلق بالفر ما كانتش بيرجع لها بس كده؟ لأ ده الراجل عمل أسوأ حاجة في الدنيا أنا عمري ما حدخل في نوايا حد عمري ما حدخل في نوايا حد أنا بقر المشهد بشوف المشهد ده نبين لي إيه وبقوله وده مش أنا الوحدي ده كل الناس اللي اتفرجت على المتش واللي بعد المتش أسوأ حاجة حصلت لما يكون حمدي فاتحي بيعترض على الست سبع دقائق أو الست دقائق اللي ما تحسبوش واللي ضيع محمود جاد حارس المصري منهم تلات أربع دقائق باعترافه هو شخصيا بعد المباراة ويروح حمدي فاتحي يعترض ويكون متولي جاي من بعيد فطيما حمدي فاتحي بيعترض فالمفروض أن أدي نظر لبين لا مش لحمدي فاتحي المفروض أدي المتولي طيما أدي المتولي ليه؟ عشان ما يلعبش الماتش الجاي هل إحنا منتجنع الراجل؟ لا المشهد ملوش معنى تاني غير كده اللقطة ملهاش ده ملهاش أي معنى تاني غير كده وحاجة لللقطة دي بالتحديد بس تعالوا نبتدي من الأول من الأول المباراة لو الحالات جاهزة يا جماعة ياريتنا أعرضه حالة أفشا اللي طال راجل يتعور فيها بتدخل محمود جاد بكرة مشكوك جدا أنها ممكن تكون ضرب الجزاء الفار سواء بقى ندى أو ما يشعر فيه ناس تقول أن الحكم عبد العزيز السيد اللي هو حكم الفار ندى أهي معانا هي ندى مين؟ ندى وليد عبد الرازق وما جايش ده بقول وطلع أو فيه كلام بيتقال كده لكن في كل الأحوال خطة زي دي بتدخل عليف زي ده هل ما كانش يستوجب إن احنا نروح شايف أفشا ده عشرين غرزة يا راجل عشرين غرزة يا راجل أنا بس عايز أعرف يا جماعة مين لمس الكورة بدماغه يعني اللمس الكورة أفشا ولا الحارس سواء أفشا أو الحارس بس فيه تدخل بالإيد التانية للحارس محمود جاد بالنسبة أعتقد أفشا اللمس الكور تمام؟ تدخل واضح جدا على دماغه هل كانت تستوجب إن احنا نرجع للفار أعتقد أقل تقدير روح بص عليها ما روحتش تبص عليها ليه؟ الله أعلم الله أعلم أدي حال في حالة بتاعت محمد شريف هتالي قبل ما ناخد المداخلة المهمة جدا اللي معانا دلوقتي اللي حالة بتاعت محمد شريف ما بقولكش إن هي ضرب الجزاء بس فيها إهمال وتهور في تدخل واضح على اللاعب أهي قدام حضرتك أهي أهو الراجل دايس على أصبت رجله بالأنجل وأخبالك هل دي ما كانتش تستدعي إن احنا نرجع للفار يمكن لما تشوفها تطلع كارت أحمر تطلع تستحق الطرد مثلا ما روحتش ليه شفتها الله أعلم أقولكش ضرب الجزاء رجله يا سيدي ماشي ماشيها بر بس ليه ما روحتش شفتها الله أعلم ليه الفار ما ندلكش ده لو ما نداش يعني الله أعلم مش لقي مبرر دي حاجات تخليك تستفز ولا لأ تخليك تتكلم في جزئية زي دي ولا لأ طبعا طبعا ما فيهش نقاش أدي حاجة كمان هاتلي بقى الست دقايق اللي في الآخر ولو إحنا كان عندنا وقت يعني كنا عادنا نعد مع حضراتكم عدد الدقايق الفعلية اللي تلعبت في وقت بضل ضايع أكاد أجزم إنهما لم يتخطوا الثلاث دقايق هتقول لي ما الراجل اللي حسب تقريبا ديها واحدة بس زيادة ووقت بضل ضايع أنا مليش دعوة أنا عايز حقي يا سيدي أنا حلو ووحش في الملعة ضيعت وفرص ما تضيعش أنا عايز حقي ادهولي يا سيدي أنا أسوأ من السوق أنا ما بعرفش ألعب كور بس إنتك حاكم دورك تديني حقي ما تبقاش متعنت بالشكل ده هل لتا ديتني حقي في الوقت بضل ضايع لا هل ديتني حقي في بعض حالات خلال المباراة لا لكن تعال لي بقى عند اللقطة دي ودي الكارسة والفضيحة الكبيرة الكارسة بص بص بصت العين لا 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 ارجع بقى خليك معايا واحدة واحدة كده شدي ماشي واحدة ارجع 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 واحدة واحدة بداية تم راح ايه حمد فتحي كده بص حمد فتحي وبيعتارت حمد فتحي يا كابتن يا كابتن ما ينفعش متولي لسه حيقول ها هتكلم يا أنا هو هتكلم راح ايه ده انت بتولي تعالى ده انت عندك انذار خد الانذار التاني عشان ما تلعبش خد انذار دلوقتي عشان تلعبش ماتش الزمالك مالهاش معلتاني غير كده ما تحاولش تفسارلي ما تحاولش تكمعني وده كان سبب اللي خليك كابتن سايد ينزل بالشكل ده ما هي حاجة تحرق الدم اما يكون حمد فتح بيعتارد انت بتعتارد يا حمد طب خد انذار يا متولي يا في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها كده بزمتك ده مش تعمد من الحكم اراهن انه تعمد اراهن انه عارف ومتأكد انه متولى ما هيخد انذار ويمكن كان بيحاول اتلاكك لمتولي على مدار المباراة كلها بس ما فيش حالات او احتكاك كان يستدع انه اصلا يتحسب فاول على متولي مسر لو كان احتكاك بسيط يتحسب فاول على متولي كان طلع له الانذار لكن بعد الماتش ومتولي لسه بيجري وجاي وهو بصص له اطلع من خود يا متولي انذار عشان الحمد يفتح بيعتار فللأسف الشديد هو ده حال التحكيم عندنا في مصر هتيجي تتكلم هاخده مداخل هتيجي تتكلم دلوقتي على موضوع انت تعادلته احنا عملنا مباراة كبيرة جدا قدام بيراميدز بحكم اجنبي فللأسف الشديد تحكيم سيء ومفيش اي جديد ولا اي تطور احنا عملنا مباراة كبيرة جدا